لكتير من المرضى فالسنة دي إيه الجديد اللي احنا ممكن نقدمه للناس من خلال هذا اليوم التوعوي وإزاي ممكن نطلعهم على آخر الأبحاث أو حتى العلاجات الجديدة المبتقرة في علاج مرض السكر طبعا شهر نوفمبر كله بيعتبر شهر توعية لمرض السكر يعني زمان كان هو بيبقى يوم واحد لكن أعتبر أن شهر نوفمبر هو شهر التوعية في العالم كله بمرض السكر هناك تجمع لأكبر جمعيات للسكر في العالم بتشمل كلها تحت اسم الاتحاد الفدرالي الدولي للسكر الاتحاد الفدرالي الدولي الحقيقة هو كل سنة بيختار موضوع معين يهم العالم من ناحية الوقاية من مرض السكر وعلاج مرض السكر وبيبتد يبرز هذا هنقول الشعار يعني كان فيه إحدى مثلا السنين كان عن المرأة والسكر فيه سنة كان عند الأسرة والسكر السنة دي الشعار هو الممردون يصنعون الفارق على أساس أننا لا نهمل دور التمريد فيه رعاية مريض السكر طبعا دور التمريد بيبقى له كذا طريقة فيه هناك تمريد داخل المستشفى مريض السكر بيبقى محجوز في المستشفى لأي سبب سواء كان مضعفات سكر أو أي سبب آخر الممرد اللي معاه بيبقى لازم يبقى عنده تواية كبيرة بمرض السكر وتواية بالعلاج إزاي تواية باستخدام حقا الإنسولين إزاي أنواع الإنسولين إزاي عشان طبعا يساعد المريض خلال هذه الفترة اللي هي بتبقى داخل المستشفى بتبقى فترة حارجة محتاجة رعاية أكتر الحاجة التانية أن التمريد بيبقى موجود طول الوقت أو طول اليوم مع المريض فبيبتجي ممكن يساعدوا بإعطاء معلومات معينة بيبتجي يسأل عليها المريض ومنها مثلا كيفية حقن الإنسولين أنواع الإنسولين إيه أستخدم علم الإنسولين إزاي جي كلها معلومات أولية لازم تقوم موجودة عند التمريد عشان يقدر ينقلها للمريض هناك دور آخر خارج المستشفى للتمريد اللي هو هناك طبعا عيادات ومراكز السكر أن بيكون فيها الممرضة لازم تكون عارفة معلومات أكتر لأنها بتقدر تساعد المريض يمكن المريض بيقعد مع الدكتور مثلا 20 دقيقة أو كده لكن ممكن يكمل وقت مع التمريد بيسأله على حاجات إزاي أخذ العلاج بتاعي طب العلاج ده أخذه بطريقة شكلها إيه وبالذات لو كان علاج عن طريق الحقن اللي هو دلوقتي فيه منه إنسولين وفيه منه أدوية عن طريق الحقن ليست إنسولين دايما الحقن بيبقى فيه مشكلة عند المريض شوية يتعامل إزاي مكان الحقن إيه تتالي يا دكتور الألم دلوقتي ده سهل المهمة شوية طبعا الألم سهل بس حتى استخدام الألم أولا فيه أنواع إقلام كتير عزبوتها إزاي أحقن إزاي إيه أماكن الحقن طب لو المكان ده حصل فيه مثلا تورم أو فيه مشكلة طب أنقل إزاي هناك يعني مش عايزين المرضى مثلا تلخبط في الجرعات الإنسولين فبيبقى لازم إن إحنا نعلمهم إزاي يستخدم الألم فده دور للممرضة داخل مراكز السكر وأيضا هناك وظيفة أخرى للأسف هي لسه مش موجودة في مصر اللي هي اسمها مسقفة مريض السكر دايبيتس أدوكيتور ده تخصص موجود في أماكن كتير إحنا في مصر لسه مش عندنا بنحاول إن إحنا نجي كورسات للتمريد عشان التمريد يتخصص ويبقى مسقفة مريض سكر أو ممرضة سكر بالذات دي بقى بيبقى لها دور أكبر في توعية المريض عن يأكل إزاي يشرب إزاي طب لو حصل له مشكلة طب يفحص رجليه إزاي عشان يعمل وقاية من قدم السكري يعني بيبقى فيه لها أدوار كتير بحكم إنها ممكن تقعد مع المريض فترة أخرى غير اللي هو قعدها مع الطبيب بتجيله كل مرة نوع من المعلومات بتساعده لأن خلينا نقول في الآخر إن السكر معتمد في جزء على الطبيب طبعا لوضع خطة العلاج وإعطاء الإرشادات لكن المريض بقى مع نفسه في البيت بيعمل إيه من غير ما يشوف الدكتور بيأكل إزاي بيشرب إزاي بيفحص رجليه ولا لأ بيأكل نفسه مضعفات بيحلل بالجهاز ولا لأ بالجهاز المنزلي يعني فيه حاجات كتير بيبقى دور كبير قوي على المريض عشان يصل إلى منع الإصابة بالمضاعفات اللي حضرتك تكلمت عليك كتير